اعزائي المشاهدين السلام عليكم. ازاي حضراتكم ايه لاغبار? لما تلاقي على لوحة بيانات المحرك او بتاعة المحرك او اي لوحة او اي او اي حاجة او اي معدة كهربية. كلمة وليكن على سبيل المثال اي بي خمسة وخمسين. اي بي خمسة وخمسين. ده يا جماعة دليل الحماية دي المحرك بتاعي او المعدة بتاعي. الرقم الاول من على الشمال. الرقم الاول من على الشمال بيدل على الحماية ضد المواد الصلبة. وفي كتوجر كده او تصنيف ليه? من واحد لستة. زيرو لستة. زيرو ده يعني مش حماية. واحد حماية مسلا ضد الاكسام الصلبة مش عارف بكتر كزا. لو عملت سيرش بسيط كده على جوجل هتجيب الجدول ده. يبقى الرقم الاول ده بيدل على الحماية ضد الاكسام الصلبة. يعني المحرك بتاعي ده يوصل لو وصل لستة يبقى هو محمي كويس جدا جدا جدا. الرقم التاني بالحماية ضد السوائل. وده الكتوجر بتاعه التصنيف بتاعه من زيرو لحد تمانية. يعني مثلا يقول لك المحرك ده بتحمل مية او سائل بضغط كزا. وبتحمل سائل بضغط كزا. وهكذا. يبقى ده دليل على مدى الحماية. كل ما الرقم علي كل ما كان افضل. عندك بالنسبة للسوائل من زيرو لتمانية. بالنسبة للاجسام الصربة من زيرو لستة. اشوفك الفيديو الجاي. لايك وشير وساعد في النشر الخير. السلام عليكم.